اشتركوا في القناة انه النهاردة انتهت علاقة الاهلي ببيتسو مسلماني في اطار الحقيقة من الود والاحترام المتبادل نتكلم اكتر على اللي جاي بالنسبة الاهلي وكمان طبعا بكرا عندنا مواجهة مهمة جدا ممكن تبقى مصيرية مع كوريا الجنوبية هيقود طبعا فيها كابتن ايهاب جلال منتخب مصر ان شاء الله في مباراة نتمنى ان شاء الله باذن الله انها تكون مختلفة جملة وتفصيلا عن اخر مواجهة امام اثيوبي خلينينا ارحب بضيفي الاول كابتن هشام زكريا طبعا المدير الفني السابق الوادي دجلي هو واضفنا النهاردة في السادسة مساخرة كابتن هشام ساخرة كابتن عمزي عور الدنيا انا اللي مبسوط ان معي حضرتك والله حقيقة جاي في فترة عصيبة يعني كان اللوف عنك لانه فيها اسئلة كتير جدا ناس بتسألها في الشارع اسئلة متعلقة بالكورة المصرية بشكل عام باتحاد الكورة وصوب قدرته للملف المنتخب الاول اسئلة متعلقة بالمنتخب نفسه ولعبته وجهازه الفني الحقيقة يمكن جيف في فترة صعبة ومش عايزة اقول ما خدش حتى نفسه مش فرصة ومازالت الحقيقة سهام الانتقادات موجهة الكابتن ايهاب جلال راجل لسافر كوريا تسمح لي الاول قبل ما ادخل في التفاصيل اقرأ انه يمكن احنا كلمنا على موضوع رحيل ميستر بيتسو مسلماني النهاردة وعايز اسمع رأيك فيه طبعا بس راجل الحقيقة يمكن طلع بيان على السوشال ميديا فعايز اقرأ على حضرتك وعلى جماهين النادي الاهلي بيتسو مسلماني الحقيقة يمكن زي ما قلتلكم اصدر بيان رسمي بيعلن خلاله رحيله عن فريق القلع الحمراء بعد فترة مليئة بالانجازات والبطولات المسلماني في البيان اللي اصدره السلام عليكم كما تعلمون لقد عقدت اجتماعات بين او عقدت اجتماعات بيني وبين مجلس الادارة بقيادة رئيس النادي السيد محمود الخطيب وسيد ياسين منصور واعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة التخطيط خلال الايام القليلة الماضية وقد توصلنا الى اتفاق متبادل قررنا في المضي كل في طريقه واضاف ولذلك يؤسفني ان اعلن انني وتقامي الفني المكون من كابيلو رانجواجا وموسى ماتلابا وكايل سوليمان سنرحل عن النادي الاهلي تابع المدرب ان هذه الرحلة التي ستظل دائما في قليبنا قد بدأناها سويا في اكتوبر 2020 فحفاوت الاستقبال والمحبة جعلتنا نشعر اننا في بيتنا بالفعل ورغم شعورنا بالضغط عند انضمامنا الى النادي القرن الا اننا ادركنا اننا لم نأتي الى القاهرة الا لهدف وغاية وكان هذا الهدف هو تحقيق الانجاز وارضف كانت مهمتنا الاولى هي اكمال مسيرة الحصول على لقب دوري الابطال وفي ضيق الوقت والضغوط الملقاة على كاهلنا نجحنا مع بقية الفريق في تحقيق الانجاز وحصد اللقب الاغلى من قلب الساد القاهرة وانجازنا المهمة واضف موسيماني ثم اعدت الينا مهمة الرجوع بكأس مصر الى خزان النادي وفضل فريقنا القوي انجازنا مهمتنا على اكمل وجه واستمرت الرحلة وشاهدنا صعود على منص التتويج العالمية في كأس عامل اندية الى اخر واستمر الموديل الفني السابق في حديثه قائلا نستمد قواتنا دائما من الهتفات والاغاني الحماسية التي استقبالتنا بها جمهيل القالع الحمراء في الدوحة وحصدنا الميدالية البرونزية على المصر التتويج العالمية وكالعادة انجازنا المهمة ثم اختتمنا موسم عشرين عشرين بلقب كأس السوبر الافريقي ولمرة اخرى انجازنا مهمتنا على اكمل وجه الرجل الحقيقة يمكن اكمل بقية قصته ومشواره الناجح جدا في تخضيري انها واحدة يعني مسيرة من انجح المسيرات لمدير فني اجنبي في مصر بشكل عام مع فريق مصري ومع النادي الاهلي الحقيقة بتعد التجربة مميزة جدا وفي النهاية قال لمسلماني لقد واجهت رحلاتنا تعثرا حين فقدنا لقب الدوري وكأس السوبر المصري في سبتمبر عشرين وواحد وعشرين لكننا نهضنا من عثراتنا بفضل دعم جماهيرنا ثم كان كأس السوبر عشرين وواحد وعشرين في اتظارنا واختنمنا البطولة من جديد وكالعادة انجازنا المهمة ثم بدأنا العام الجديد بموراية الدوري ومواجهات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا كانت امامنا مهمة اخرى وهي تحسين مركزنا في كأس العالم الاندية فعددنا العدة وانطلقنا الى ابو ظبي لتمثيل قارتنا وطبعا حضراتكم معرفين السيناريو وتبينت صعوبة الفترة المتبقية بطولة ابطال دوري الابطال رغم مواجهنا من كدمات وجروح طوال الرحلة اننا قطعنا طرقنا للنهائيات رغم اغفقنا في الوفاء بما كلفنا به إلا ان مشجعين جعلونا نشعر باننا الابطال كنا محبطين لكنهم رفعوا معنواياتنا واستطعنا انجاز المهمة يمكن كل ده كلامه عن مسيرة مشواره مع النادي الاهلي قال في نهاية أحب أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة واللعبين على ثقاتكم في موهبتي ومعاونتي في تحقيق حلمي وبدونكم لم أكن لا أحقق أي من تلك الإنجازات ووجه رسالتي إلى القلعة الحمراء إلى 70 مليون مشجع ممن دعموني طوال هذه الرحلة لقد كنتم مصدر إلهامي ولم أشعر أبدا بكل هذا الحب والتقدير بعيدا عن وطني من قبل وإن شغافكم بكرة القادم هو شيء سيظل في ذاكرتي أينما ذهبت وسيظل مصدرا لإلهامي شكرا لكم إنني أشعر بالأسى حقا وأمل أن يتجدد لقاؤنا وشملنا من جديد إن شاء الله والحمد لله تعالى وشكرا جزيلا لكم ده بيان مستر بيتسو مسماني بعد انتهاء علاقته طبعا رسميا بالنادي الأهلي كابتن هشام إزاي شايف المرحلة وإزاي شايف القرار وإزاي شايف المرحلة اللي جاية وخليني الأول أسمع رأيك في رحيل مسماني عن النادي الأهلي مبدئيا طبعا أنا صدامت طبعا لسه القرار قبل ما أخش الحلقة بحوالي ساعة أنا من أكثر الناس المعجبين جدا بيان مسماني وأنا في قناة النادي الأهلي أنا عارف اللي هي بتسمع الرأي والرأي الأخر تمام أنا حزين جدا على الأقل كان نفسي يكمل بطولتين الكاس وبطولت الدور بالمناسبة دي كانت رغبة تقدر تندي الأهلي أنا معرفش إيه الظروف الصعبة اللي تخلي يحصل الانفصال ودي قلمة بتحصل بطادي الأهلي بس أخذ بالك هو القراءة الوحيدة أنه هو ما بقاش عنده نفس القدرة على تحمل الضغوط اللي تحملها الفترة الأخيرة رسول أحمد أنا معرفش أنا معرفش التفاصيل يعني إدارة الأهلي كان عندها رغبة وحاولت مع مناسبة الوحيدة أنه هو يكمل الفترة بتاعته أو يكمل على الأقل لنهاية الموسم لكن ما كانش عندها رغبة في رحية يبقى أكيد حضرتك تعرف طبعا التفاصيل أكتر لكن أنا من الناس اللي شايف بالأرقام مسلماني في حتة تانية يعني عمل بطولات ما شاء الله تبارك الله وطبعا النادي الأهلي كبير من غير إضافة ولكن برضو الرجل أضاف بطولات كبيرة جدا كانت بعيدة عن النادي الأهلي اللي حاجة بتقوله ده السبب تحديدا فإنه قدرت النادي الأهلي كانت متمسكة بيه يكمل الموسم على الأقل يا أستاذ أحمد كان لازم على الأقل يعني كنت شايف أنه يكمل بطولتين الكاس أي ويكمل بطولتين الكاس وبعد كده عندنا الدور يخلص والأمور مفاش مشكلة خالص والنادي الأهلي كان متهائل كان يقدر يعدي لكن أنا كنت شايف برضو حاجة أستاذ أحمد أول مرة أسمع مشاكل نادي الأهلي في سوشل الميديا يعني أنا صغير أعرف نادي الأهلي من زمان بس السوشل الميديا ناعدة بتتكلم في كل حاجة كابتن هشام ده في منتخب مصر وفي بطولة أفريقيا وفي أستاذ أحمد يعني منتخب مصر ومعليش كابتن هشام أنا آسف نفرق دايما السوشل الميديا دي بقى عالم كبير قوي في سوشل الميديا ناس طبيعية جدا بتتكلم في كل حاجة لا أنا بكلم في الأخبار وفي سوشل الميديا موجهة لا أنا بكلم في الأخبار اللي هي كابتتلع النادي أهلي طول عمره عمرنا عمرنا من سجران ما نسمحش عارف اللي هو زي الزوج والزوجة اللي في البيت مشاكلهم في قط النوم ما بتطلعش دي ما بتطلعش مشاكلهم ما بتطلع في حتة بيطلع نهارده كذا حاجة لو في تقع هذاك بأن دخلنا في الشهور مسلماني يبيقول كذا والقدارة بتقول كذا مسلماني يبيقول كذا اجتماع كابتن خطيب مع مسلماني والناس كلها عرفت الاجتماع خليني أقول لحضرتك حاجة برضو عشان نحط نوعة فوق الحروف زي ما بيقولوا كذا أولا كل ما حدث من يعني كلام من أخبار على السوشال ميديا كان في إطار الاكتهالات وكل من توقع أو كل من أصدر معلومة على السوشال ميديا يوتيوب كانت فيسبوك تويتر كان بيكلم في أنه إدارة الأهلي هتمشي مسلماني وهذا لم يحدث على الإطلاق وأنا بقولها بنسبة 100% وأنا بقول لحضراتكم دورة النادي الأهلي لآخر لحظة كانت متمسكة ببقاء الرجل كانت بتكلم معه في بعض الملفات كان لها بعض الطلبات لكن يبدو أن الرجل نفسه لأسبابه التي لم يعرنها حتى اللحظة يعني ممكن يبقى عنده عرض ممكن يبقى مش عايز يكمل ممكن يبقى تعبان نفسيا يمكن مش قادر يكمل تحت الضغوط الواقع تحتها بقاله فترة ويمكن أنا مش عايزه حضرتك نسيت تقول دي ويمكن أنا مش عايز أنا حضرتك كجمهور ألا أنا كأدارة أنا كأدارة وده ورد هل مش ورد ورد يا إدارة الأهلي لو مش عايزة مدير فني هالحقك تعتقد أنها مش هتقول له شكرا جزيلا أما هقالت له شكرا جزيلا أنا بغض النظر أنا مش عايز أقف عن هذه الحتة أنا عاوزه في الآخر أن نادي الأهلي نادي الجير ومش يوقف عن المسلمان يعني نادي الأهلي بيتحرك بأي حد وطول أمر ما عودنا على الكلام دا كله ومش يماني في نفس الوقت خلاص عمل سيفي قوي جدا مع النادي الأهلي هيرفعه في خلال مسيرته التدريبية أن حتة النهاردة تحطي النادي الأهلي في سيفي بتاعه حطوته في حتة دانية البطولات اللي جابها خلاص قد تركيه لك شكرا ودخلنا أولوك خرجنا معروف النهاردة أهلي عمر ما يبص وراء بغض هيفكر في اللي جاي هيفكر كابتن سامي هيكمل هيجيب مدير فاني تاني ويفكر في اللي جاي لأنه عمر الأهلي مبص وراء ولكن النهاردة خلاص هي عشان نحط نخرج من الحتة دي الداير اللي حاملت فيها دي خلاص هو اللي حصل خلاص انفصلنا الأهلي بقى في حتة في مناسبة السوشيال ميديا في ناس قلت لك الأهلي بيفوض كارلوس كيروش يجي يتولى تدريب يعني بقول لك من ضمن الاجتهادات وفي ناس قلت أسماء تانية وفي ناس قلت أسماء مصرية وحاجة بتتعمل مأجورة يعني مدفوعة الأجر أي يعني مدفوعة الأجر وللأسف الشديد من ناس قلت أسامي جدا لصالح مدربين معيني مصريين وصالح مدربين مبرا ولصالح ناس معينة مدفوعة الأجر عشان خاطر أقدر أعمل زوبعة عشان خاطر أقدر أمسك كلان منتخب مصر عشان أقدر أمسك كلان النادي الفلاني عشان اقدر أعمل هنا إذا الدنيا هادئة أعمل مشاكل يا أستاذ أحمد إحنا بهذا المشكلة الكبيرة بكل الصوت العالي غير، فاكر من أن أنا لا أريد حق به ايصال cœur عن الصوت العالي قال إن كم التنوى أنا مانت باللح blue الآخر بين الأول معروف الكبيرة والرياضة هي أخلاء بالنهاردة يجب علينا نصدر كلما أن تنزل الرياضة لكن عندما أريد أن تنظر الرياضة أنا هنا هي مبادئة واخلاق والمبادئة فيها انضاء الانضاء الكبيرة Build Ally هذا م allergicن محطة أنا's م lit ونحط الأهم مبادئ المبادئ هل أهل الاستثناء أو القاعدة؟ نموذج الأهل بالنسبة لحضرتك طول عمري أقول لأهل الاستثناء من أهل مختلف ودي حقيقة وبحدش يزعل وخلي بالحضرتك أنا مش أهلاوي طول عمري أشجع الفريق ولكن أنا أقول لأهل الاستثناء في قدرته في احترامه في الاستراتيجية الخطة اللي هو بيرسمها العشر خمشر سنة مش برسي من نهاردة خطة نهاردة بكرة زي سوريا ما نخش بعد كده في قصة المتخب المؤلمة في مدرب مصري محترم البهدلة البهدلها دي يمكن أنا النهاردة كلنا نحتازي بالكلام لكل وخلي بالك أنديها كبيرة وناس كبيرة جدا في الدولة قالت إحنا كلنا نحتازي بالنادي الأهلي ليه؟ النادي الأهلي عارف خطوته إيه؟ عارف خطوته إيه؟ ما حالش يدخل في الشجر الثاني عيب فنهاردة لأ هو للأسف الشديد هو استثناء هو مفوض النهاردة ناخد الأهلي ماهي عيب أننا ناخد نهاردة الأهلي؟ قدوة أننا أخذ الاستراتيجية بتاعته وأشتغل بيها هو عيب؟ هل النادي الأهلي مش كان عام تبقى مع بير ميونيخ ورح شافه الوضعية هناك عاملة إزاي؟ هو ده عيب؟ مش عيب عيب أننا نهاردة روح أشوف النهاردة الدول دي بتشتغل معظم عندية أفريقيا الحقيقة عندها رغبة دائماً في أنها تستفيد من تجربة النادي الأهلي وتتواقم مع النادي الأهلي وهل النادي الأهلي وقف عندك كده؟ لا مش واقف مش واقف يروح هنا يشوف الوضعية هنا إيه السرعة التقدم لأ حضرت في أوروبا؟ إيه الوضعية هنا والوضعية هنا وده؟ عشان خاطر أوصل أو يكون أحسنة هو مش نادي بكرر بسزاجة أو بحد قال الكلمة لا هو تعب لحد ما وصل وأنا النهاردة أنا عايز أحتازي به لا يوجد حد كامل أريد أن نأخذ الآبور بسلاثة خلاص المسلمان يكون في حتة الأهلي في حتة المسلمان يفكر في مستقبله والراجل قطر خيره والنادي الأهلي شكره والنادي الأهلي يفكر هذا جزء مهم من تاريخ الأهلي وهيتقل عليه كثير جدًا ومعنش تحب تكرهه تحب كورته في النهاية عندما تمشي وتروح له قدام شوية كثير من الناس اللي يتفرجون على كورة دعتي لا شافوا ولا حضروا مانوال جوزيه ولا فترة مانوال جوزيه لكن في النهاية عارفون اسم مانوال جوزيه عندما يتقال يتقال عليه أن واحد من أساطير التدريب الذي يعمل في مصر والذي يمسكوا نادي الأهلي حكم الأرقام والبطرات وفي نفس الوقت مانوال جوزيه تحط في السيف بي أنه كان في يوم من الأيام ماسك نادي الأهلي المسلمين هيتقال عليه الناس دي برضو مهما كان عارف عن إيه النادي الأهلي فعرفوا جمهور النادي الأهلي كمت النادي الأهلي فدي حاجة كبيرة جدا 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 لا وهي تجربة الحقيقة يعني يقول بعيدا بقى عن نحنا هي تجربة أفريقية نكحة جدا وملهمة جدا أنت راهنت في وقت ما على مدرب من أفريقيا جي حقق معاك إنجازات محلية قرية ودولية عالمية صح؟ وقال بالك كابتن بيبو من الناس يعني حاجمه كابتن بيبو كتير جدا عشان خاطر الكسة دي يعني كان فيه زوبعة كبيرة جدا والراجل صمم ومتالي الراجل برضه هل يختلف حد أن اسمه مثلا مارتين يول لا لا طبعا طبعا يعني اسم كبير جدا ده أستاذ فكورة من الناس الليفل وان اللي هو الأساذة في التدريب إن عندما نجتنا let's talk about لا ك flank مثيف يعني من هذا إنجاز تعني وике من نسبدة طبيعια وكما يمكن أن ن crush ذات عدئungen جدا نفسه كلنا كننا زعلانين. كلنا كنا مدائين. الى دق كان باهت. ولكن احنا طول عمرنا ادقنا باهت. بس كات الروح في اوقات كتيرة جدا بتعوق. يعني انا مش فاكر ماتش. حاك قولي ماتش. المنتخب لعبه. في العشر السنين اللي فاته. حاست ان منتخب مصر بقدم اداء يعني سيمفونية. يعني احنا لعبنا في كاس عالم. يعني احنا عاز تقول من الفين وتنشر. يعني بعد كابتن حسن شحاتا ما خدنا اخر حاجة الفين وعشر. انا عازك تقول لي ماتش. احنا رحنا كاس عالم. وصلنا اتنين نهائي دوري امم بطولة امم افريقيا. لأ في ماتش عملنا كويس. عملنا كويس. ماتش المغرب. اتنين واحد. ده احسن ماتش العبني. من وجهة نظرك. اه طبعا طبعا. بصة القصة قديمة. ده انت بتقول لي باني مفيش امل. لا هو في امل. ولا عمر. لا لا فيه. فيه. لا ما يبقى ده احلى ماتش. احنا لعبني حقيقة. في البطولة. في البطولة كان احسن ماتش. هو ماتش من مغرب. اللي احنا كسبنا التين واحدة. ولكن انا اقول لي عندي امل طبعا. والناس اللي بتقول لك احنا ما عندناش لعيبة. لا احنا عندنا لعيبة كويسة جدا جدا. بس. طب تحب انا اقول لك. تحب انا اقول لك. ماليش. تحب انا اقول لك. عشر خمستاشر اولى عشرين ماتش. لعبنهم. قبل كده. لا احنا متفقين. يعني اقول لك. ستة وتمانين ولا تسعين. وهولندا وبتاع. لكن عايز اقول لي. في تمانية وتسعين الجهري مع الولاد الصغارين اللي كانوا عاديين بطولة افريقيا ساعة خمسة وتسعين. بركي نفس. بركي نفس. ما كسرواش الدنيا. مع ملقة وعتاولة افريقيا. طب. انت مساعدتش نفسك اوزا احمد. برضو ما عايزين عشان الناس تفهم. الناس دي وصل دي ازاي. ودي قصة كان الكابتن جهري شوفها دا. قلت جبت كابتن جهري وده من اعظم المدربين في مصر. تمام. كابتن جهري قال كلمتين عظام جدا. قال لك اللاعب المصري ما ينفعش غير بالمعسكرات الطويلة. وكانوا بيهاجموه. لدرجة بعد مساعدنا كاسعالم هو لغى دوري. وهاجمنا. ليه? تعالنا النهاردة. كيروش لما قال ايه? قال لك لعبتنا بتعرفش توقف. لعبتنا ما تعرفش تنفيذ التاكتك من اول. فانت النهاردة هو متعود. بره بيعملوا ايه? في المنتخبات. اتعارف ان اللاعب ده من اللاعب ده ليفل ون. اللي هو في اوروبا ليفل ون. بيعمل مع ايه? قبل بيجي مع عسكر قبلها بيونين. بيتكلم معه في التاكتك بينزي لينفز. هل اللاعب المصري ينفع معك كلام ده كله? ودي غلطة كبيرة جدا جدا جدا. احنا لدراتي. لعبتنا مش مستحملة. ما تقدرش النهاردة. دي ما ينفعش. اقول لك ما ينفعش. اقول لك ما ينفعش. ما فيش مشكلة خالصة. تعالى يتناقش. ونشوف الاخر رأي ورأي ورأي. اي. اللاعب مش متعود النهاردة متعود يقعد في النادي الاهل. قعد في النادي الزمالك. قعد يقعد. بيقعد. بيقعد. خطة طويلة الامد عشان يوصل لعقلية موسيماني. عقلية فيرا. عقلية اي حد. لما يروح النهاردة المنتخب يتكلم بعقلية مدرب تاني. طالب تكتك تاني. بيشتغل بيه بظروف تانية. في كارثة انت مش واخد بالك منها. اللاعب يتعرض ليها. عارفها. احنا بنلها بالحد دوقتي مهور جمهور. اللاعب دي تلت ترباحها طالع بقلو عشر سنين ولا اتناشر سنة بدون ضغوط. وانت عارف يعني ايه عامل الجمهور. اي. لو استسنينها هنستسنين نقدر ايها عشان بيلاع فطول افريقيا. لكن في الدورة مفيش جمهور. فتيجي النهاردة ده عامل قوي جدا جدا جدا. بيوريك معدن اللاعب ده ايه. هل يقدر يستح مدود ستين وتمانين الف متفرق. لا اول ما بشوف الكريم ده كله. وشوف انها في كاس الام وشوف ان ده كله. لكل كاعدة جهد. لكل كاعدة شواز. ايه اللي حصل معك كيروش? مستكتر ايه النهاردة لعب على قده. قال لك نهاردة انا اشتغل بقماشة. ووصل للناس ان القماشة على قدها. فانا مش هقدر اشتغل بتاكت غير بتاكت الدفاع. الدفاع المتزم في خلال اربعين متر. وانت متفق مع كيروش ان القماشة على قدها. انت شايف ان القماشة فعلا على قدها. لا لا لا. لو قدرت النهاردة اخذ اللعبة دي. ووظفها واشتغل معها بشكل كبير. بوقت اكبر. هاوصل الى اللي انا عايزه. وده بتساعد المعسكرات. بتساعد في الكلام ده كله. ولكن انا لعبت على اني انا ايه خبارك انا مش عايز مشاكل عشان خاطر الدوري يكي اكمل. انا مش عايز مشاكل انا حسابتها حزبة بالورا والقلم كده. السنة فيها كام اسبوع. اتنين وخمسين اسبوع. تمام. حضرتك عندك النهاردة اتنين وخمسين اسبوع. عايز تلعى فيهم. احنا بقى اخد بالك مع الاخدفة طبالك تريما فيه ثلاث مواسم مغلوطين في بعض. تلعى فيهم اربعة وثلاثين مباراة في الدوري. صح? دوري فيه تمنتاشر فريق. كل فريق تلعى باربعة وثلاثين. تمام. وبتلعى فيه ماتشاط كاس. اه. قديم. وماتشاط كاس جديد. كويس. وبتلعى فيه اربعة عندية عندك. كويس. بتشارك فيه. طوز افريقيا. كويس. وعايز لازم لازم كده يعني وانت مغمض لازم لو عايز تزبط الدنيا محتاج اربع اسابيه راحة سلبية. ومحتاج اسبوعين تدينهم للفرق عشان تعملوا اعداد للمسلم الجديد. تمام. تجيب من اين معسكرات? هو المنتخبات. انا عايز انا مستنيك عشان خطر اوصل النقطة دي. انت عشان ماشي اصلا غلط. فبنيت غلط. انت حطيت اساس غلط. فبالتالي طول حياتك غلط. انت محتاج حاجة واحدة بس. انسف كل ده. وابدأ بجديد. حت اساس صح. اشتغل صح. عايز تقولي النهاردة ان الدول بيمرليجي الدول الانجليزي. اللي فيه متشات لا تعد ولا تحصى. وعارف هو بيبدأ امتى. وبيشتغل امتى. انا مزان بان حضراتك فاشل. انا مزان بالنهاردة ان انت عامل كل حاجة غلط. انت دي ترجع على مين. لجنة سلسية. المنظمة. لجنة خمسية. ولا اتحاد منتخب. خليني نروح لفصل وارجع اسمع رأيك يا كابتن هشام. ماشي. مره تانية برحب بحضراتكم. خليني قبل ما اكمل كلامي مع كابتن هشام زكريا. اقول لكم ان الصفحة الرسمية للنادي الاهلي طبعا نزلت صورة لمستر بيتشو موسيماني. وتقول له تانكيو فاري ماتش. اعتقد طبعا يعني. والله دايما يا جماعة يعني مش لازم العلاقة تنتهي من احنا بنقطع هدوم بعض. يعني ورد جدا تحتاجوا تاني. يعني وحصلت ولا ما حصلتش ولا ايه. يعني ناس قطعت هدوم بعض وبعد كده رجعت. على كل احوال الاهلي عودنوا دايما الحقيقة انه يعني دايما لما بيبقى فيه يعني نهاية خدمة. او دايما بيبقى فيه نهاية اتفاق دايما بيبقى. ده بيحصل بشكل يعني سودوا الاحترام. وده الطبيعي وده المنطقي. الرياضة والاخلاق جزئان لا يتجزئان. يعني الاخلاق دي جزء كبير. هي الرياضة تعملت عشان كده. المنافسة في اطار منافسة شريفة. المنافسة في اطار نوع من انواع يعني الرقية والتحضر. هي دي الرياضة. مع عدا زالك تبقى مش رياضة. تبقى ايه حاجة تاني. مرة تاني يا برحب بكابتن هشام. اهلا بيك. كنت بتقول لي. فلان هو المسؤول. فلان هو المفروض يا. فلان ده مين? فلان ده. مجلس ادرار منتخب اللي برضو يعني موجه لي اتهامات وتتحمل مسؤولات كثير من الاخفاقات. لكن مقدرش اقول انه مسؤول عن عوار عشر سنين فاتوا ولا قبلها لجنة سلسية ولا قبلها لجنة خمسائق. مين يا يا كابتن هشام? بأن عشر سنين. كل لجنة تيجي تقول المشكلة في دايماً بنخون اللي قبلنا يعني احنا ما نعرفش نطلع نقول ايه قطر خيرهم اتعبوا عمل اللي عنهم نشكرهم ونقدر كبان نتعاون معهم عشان نكمل على الشغل بتاعهم لا انا دايماً بنطلع الناس دي هم في مشاكل عندهم ايه معلش معلش انا اسف انا اسف هو دايماً يعني سلو بلدنا زي انا بيقولوا كده انه واحنا نستشافين خناقة مجاهد علام يعني هي فكرة انه دايماً فيه سراع من الاب انسف حمامة القديم والسراع ده انت فاشل لا انت سبتها خربانة لا انت مش عالف تتصار يعني هي القصة دي دايماً يعني بقت خلاص عائلة ليه النهاردة رقاً ما نشكرش بعض ونشكر بعض على المجهود اللي انت عمدته وانا عايز اكمل عليه اللي عاجبني اكمل عليه وابني عليه وانا مش عاجبني لأ عندي يكون بنت عليه او هقف عنده شوي ولكن نهاردة احنا بنجني الناد الاهلي بقى له قدي لعيبت وما ريحتش اصلا على ثلاث سنين لا امثالي اكثر يعني يعني من قبل من موسم من ساعة فيلر طيب موسم اللي مش في فيلر هو موسم مكمل مع الناس اللي تقول ما عندناش لعيبة كويس انا معاك بس هما انت بتخيل ما هو ده العربية بتتعب المطور بيتعب لأ خلي ملف اللعيبة انا جايلك انا اوصل على منتخب دلوقتي عشان منتخب ده كمان بيسرد على المنتخب اي انا النهاردة محتاج حاجة بسيطة جدا ابني دوري صح ارجع رقم واحد الجمهور اعرف النهاردة اعمل خطة مستقبلية اقدر اشتغل عليها وانسف خلاص انسى بقى اللي فده ودور عشان خاطر اعرف اوصل بلعبتي وللنادي الاهلي وللزمالي كل من الناس اللي بتلعب في افريقيا تلعب وهي مرتاحة واعمل جدور صح الناس كلها تشتغل عليها عمالت الكلام ده كله هسرد منتخب محترم يقدر يشتغل لكن اللي احنا فيه ده ما اعملش الكلام ده كله هاجي بقى النهاردة هاخش بكسة المنتخب كابتن ايهاب جلال كانش عالف كل مقدمات والظروفية حاجة تتكلم فيها دي قبل ما يقبل مهمة طب هو كابتن ايهاب جلال لما النهاردة اي حد يحمد حط نفسك مكانه والنهاردة اتعرض عليك على منتخب مصر اتعرض عليك قبل كده ورافض لا مش رفض هو كان رايح بجهازه وكان عايز جهازه كان رافض ناس معينين وهو المراد يوافق عليه يعني هو الناس اللي رفضها قبل كده المراد يوافق عليه انا مش بالوم كابتن ايهاب لا انا بقول اي حد دعاقلي يلوم كابتن ايهاب على النتيجة عشان كده بمسك المنتخب النهاردة بص حتى المنتخب تلاقي المنتخب انا متهقلي فين شقاق حتى في الجهاز يعني الناس اللي رفضها كان دي معلومة ولا وجهة نظر وجهة نظر مدرب وجهة نظر مدرب مش هقول معلومة ولكن أنا شايف يعني هو كان عايز يجيب جهازه في ناس مش معاه يعني في ناس مش معاه في ناس مفهوضة عليه من الاتحاد الكور عشان مصري طبعا طبعا هو انت فاكر نهارده عشان مصري لو كان في الطيارة كان بولغ ان هو أقيل كان شحد يقدر يمعا كده هو الرجل اللي طلع لك أنا ما قلت لك لا 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 اتقال لا لا اتقال اتقال وكلنا سمعناه وحطرة سمعتك هو لا لا انا بطار على سفيهات محترامي محترامي انسان فاضل سوز جمال علامه وعلى رأسنا وعلى الكلام ده كله بس الكلام ده في حاجة اسمه الهدوء الهدوء النهارده نروحنا عملنا مشكلة مع كيروش في أول ماتش نالجيريا خلي بالك برضو مش هينكو روش كيروش في كسة معينة اتقالت كلمة بان جدا انه كل ما بيحصل ده غلط مش احنا قلنا نروحنا جدنا اهاب جلال ليه لاننا سألنا المدير المالي قال ايه ما فيش دولارات ما فيش دولارات طيب عشان شاكنا جدنا اهاب جلال طب لو كان كيروش وافق وكمل كنا نجيب من ايه للدولارات يا زاحد انا في حدود علمي ان ما كانش فيه ازمة انه وزارة الرياضة دكتور عشر احنا هندعم يبقى اذا الكلام ده صح الكلام ده صح هو النهاردة انت كنت معا استمرار كيروش طبعا لانه هو دولئتي احسن الموجودين وهو على الاقل بيدير لكن انا كنت ضد يعني ضد انه هو اخفقت في طلب بطولات مع رحيل كيروش كنت مع انه يتم للسعانة مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري لا لا مدير فني اجنبي مدير فني اجنبي يقدر يعمل لي سيستيم اقدر اشتغل عليه وندي له الصلاحية مش زي ما جبنا في انجادة حطناها مدير فني في نقاط واضحة عشان وقتين في نقاط واضحة او محددة ايه المعاوقات والمشكلات اللي بتقابل اي جهاز فني كان وطني او كان اجنبي يطالى تدريب منتخب مصر واحد التدخل في الشغل بنتدخل في جهازه بنتدخل في حاجات كتير احنا دينا واحي ادارية مش منوطين دينا خلينا نتكلم في الفنية اكتب يعني ان واحي الادارية هنعديها الفنية ان انا اعمل دور منتظم الجمهوري يكون موجود اللعيبة دي تكون في معسكرات مع المدرب اللي يجي اي وقت يحتاجهم يكونوا موجودين يقدر يشتغل بيهم بشكل كبير جدا جدا ده مش هيحصل ده مش هيحصل المسم ده المسم ده هيخلص في نهاية تمانية هيبدأ مع المسم اللي جاي في شهر تسعة هنبقى في نفس المشكلة ودوري الساقية شغالة ومش عارفين نشم نفسنا وفي الاخر كله خايف كله خايف وفي الاخر هنقى وهنقعد نتكلم انا نفس النهاردة الناس تسمع انا النهاردة هقول لحلقة زر أحمد انا محمد ابو عالي انك عارف ان انا برفض الظهور تماما انا حاجز النهاردة مطلع يبقى فيه مادة الناس تسمع هتستخدمها وتتعلق يعني مش تتعلق تاخد يعني على الاقل هستستفاد الناس ما تسمعش الناس يعني قصتهم احنا اللي في دماغنا في دماغنا انا جاه بس ما بحاولش النهاردة يكون معايا كروه احضر اشتغل به يقول لي اعمل كذا وعمل كذا ونقعد نتناقل فيه مناقشة انا عايز اقول انا انا اللي وصلت انا اللي عملت انا كيروش بكرر تاني عشان مشكلة تعتمتش رجالة لما تخانق مع استاذ جمال العلام فقد شايله لحد ما رجع الرجل ومشاه يمشي اه انا معكد في المشاين يمشي ومفيش مشكلة خالص بس هات الرجل النهاردة وقلت النهاردة اهاب جلال هو انه بنصق فيه نديله ثقة مش عشرة ايام وابلغوا النهاردة في التيارة دي انكسار المدارب المصري انت ليه بتكسر المدارب المصري بالشكل الفظيع ده هو ده لو كانوا دير اجدابي كان ممكن يحصل ده معايا لا طبعا ما يجرؤش حد يعمل معاكد هو كان حد يجرؤ النهاردة يعني نذكرشه وقالك شكرا قد ترخركم محببش حد يدخل في الشجل انا ماشي ولكن النهاردة اللي حصل مع اهاب يعني 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 لازم يقف فيه احترام لبيته واهله وكما يقول طب اقول لها حاجة الناس كلها يقول السوشال ميديا مش كانوا موافقين بعد مطشا أسيوبيا ان لازم اهاب جلال يمشي هي قصة ان لو مصر كسبت كوريا الجنوبية ممكن تلاقي مصر كلها بتسقف اهاب جلال وده يا دول ان هو شخص محترم هو شخص محترم مدرم محترم اذا ما استمر اهاب جلال في منصبه او في مهمته مع منتخب مصر بعد مرحلة المباراة الوديق عنده فترة يحاول يصلح فيها اللي اتكسر عنده فترة يحاول يرجع فيها او يطبق فيها الفكر اللي هو على اساسه تولى مسؤولية المنتخب ايه الحلول اللي ممكن يقدم هالو اتحاد الكرة خليني يعرف منك بس بعد اخر فاصل معنا في اساسه سوف نرجع لحضراتكم مع كابتن الشام زكري وصلنا للرشدة يعني اذا ما استمر كابتن اهاب جلال وانا اتمنى انه ياخد فرصته كاملة مش لإيماني وقناعتي بس ان اهاب جلال واحد من مدربين لأكفاء لكن انا كمان في حتة عندي كده متحيزة للموديل الفني الوطني بحيء بحس انه 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 الروح اللي بتعوض عندنا في قوقات كتيرة جدا التراجع على المستوى الفني او البدني او التكتيكي الروح بتاعت اللعيبة غيرت اللعيبة على تيشيرت المنتخب هي دي اللي بتخلينا نعوض الفوارق الكتير اللي ممكن نكون متأخرين فيها وبحس ان الوطني اكفأ من الاجنبي في الحتة دي فاتمنى اتمنى انه اهاب جلال ياخد فرصته كاملة كنت بسأل كابتن هشام زاكرال بجد الترحيب بيه في السادسة يعني خلينا نفطر الجوداني السيناريو استمراره السيناريو هيحصل بعد ماتش كوريا ايه العوامة اللي ممكن تساعد اهاب جلال رقم واحد الخطة اللي هو بنيها وحططة عشان يشتغل بيها ما يتنازلش عنها ابدا فيش اي تنازلات يجمع لعبته ويشوف اللي مقتنع بيه ويعمله من غير اي تدخلات بص يا أستاذ أحمد المركب اللي فيها الرئيسين بتغرق فبقى لك بقى كل واحد عايز يعني فيها رئيس كسة المواهب اللي احنا بنتكلم فيها احنا مش موجود مواهب ليه فيه كسة دي لوقتي معمولة معمولة من تحت وانا اجيب لك من قطاع الناشئين اي يجي واحد مستثمر ويقول لك انا هشتري فرق الناشئين يبقى داخل ولد اي 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 هشتري ايه هشتري فرقة في قطاع الناشئين هشتري فرقة اه دي دلوقتي موضة موضة كبيرة جدا جدا هشتري فرقة هشتري فرقتين بمبلغ معين انا بكلمك بجد هشتري يوم يلعبوا في نادي تاني يعني شبك الكلام ده بقى له 3-4 سنين لا والله بس دلوقتي بدأ بأداد طبيعي ليه لان محدش قال للناس هشتري فرقة يعني انا هاخد الفرقة بتاعت نادي اشتريها ليا انا هشتريها وانا هصرف عليها وما حدش يدخل فيها وتفضل باسم النادي وتفضل باسم النادي واشتغل باسم النادي واشتغل بها بطران يعمل ايه النهاردة اللعيب النهاردة فاش حاسمها للموهوب وكلام ده كله لا لا للي يدفع من 5-10-15-20-1000 الراس في كامل في 40 عيل او 35 عيل يبقى انا كده عوضت ان انا دفعته للنادي اه يا موضوع بقى بيزنس مشكورة بالزبط تعال هبص النهاردة الكعادتين الموجودين اللي قدوا نهاردة يسند نفسوهم الله لا بس كده نقطة نظام يعني انا كنت في مصر بقول انا كنت متفائل بالمستقبل يعني كنت بقول احنا ريال مدريد فتح عندنا اكاديمية ومش هيت الله وحاج لان النهاردة هو انا همي انا عايز اخد موهوب مش موهوب كمان وده يجي على الموهوب اكبر مدرستين النهاردة او ثلاثة احنا عزين نهاردة ان كان اختص امبي مثلا امبي النهاردة حصل ضربة في الماديات وطبع برضي ده ينفع اما يكون مدارب كبير زي كابتن حين وطولان من الناس اللي في كلام دي لا وفكره كبير جدا في قطاع الناشئين نجح نجح كبير جدا في امبي انه يعمل النهاردة ثلاثة تربع اللي بادفوا النهاردة من ناشئين النادي قدر اتحاد سكندري بدأ يعمل قاعدة كبيرة جدا من قطاع الناشئين الناس منسية ليه عشان خاطر نهاردة ملووش اللي اسمع كلامه تعالى بص منتخبات الناشئين كل واحد بتليفون يهشام فلانك هيجي تلاقي النهاردة لعيبة لبس منتخب مصر وجاء من منتخب مصر وبتتصور وخمسمائة كيلو وابن فلان وابن أعلان حتى الكلام ده في المنتخبات حتى الكلام ده في المنتخبات لازم نتقل لأي حاجة عايزة كلام حضرك اللي بتقوله ده بيحصل يعني طبعا أرفضه شكلا بس موضوعا مش بتاعت دي لكن لما يحصل منتخب مصر لا منتخب مصر بتاعنا كلنا سيد الفاضل منتخبات الناشئين يما بتيجي تتمرن يعني للأسف الشديد كنت أنا في أستاذ القاهرة ناس نزلة يعني أنا أول مرة شوف منتخب أنت نهاردة بتجمع من أهلي من زمالك من إسماعيلك جايب اختبارات لعيبة عشان خاطر فلان تصل بيك فلان فلان تتحد الكرة تصل بيك فلان مش عارفين تصل بيك ده منتخب مصر الكلام ده شوفناه هنا في أستاذ القدار الفرعي أنا اللي عايز أقوله عايز أقوله أنا عايز أعمل معك حالة على موضوع الناشئين ده يعني القاعدة اللي من تحت دي عايز أعمل معك ما هي دي اللي هتطلع لك النهاردة أبو تريكا تاني وقع الجمعة لأنا مش هقدر النهاردة أنا مستني أن أثر على نتيجة ممكنة أثر على نتيجة ممكنة زي ما قلت حضرتك إيهاب جلال ينفذ الخطة اللي هو راسمها لمنتخب مصر ويرفض أي تدخلات ويشتغل بشغله هو بدون تدخل من أي حد هو في الأخر وفي الأول هو اللي هشيل محدش من الناس دي هقوله ما نعرفوش يعني أي حد يقولك حتى حضرك إذا كان اللي جابه سابه ما كمناش عشر تيام فمحدش بينفع وبعدين هرجع تاني أقول كلمة قلتها ما حضرك قبل كده أضعف حلقة أضعف حلقة في السلسلة بتاعة القرى البصرية المدرب عندك وقت تحكي لنا قصة قطعات النشئين والأكاديميات والمنتخبات عندك وقت تجلنا تشرفنا هنا أنا حرفت جدا ناس معاضح أن عندك مشكلة خالص يعني العناوين اللي أنت قلت لها قلتها لنا النهاردة مصيرة جدا الحقيقة الحقيقة محتاجة أن نفرد لها أكتر أشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخبنا بكرة في جميع الأحوال طبعا لو تحب توجه كلمة الكابتن إهاب قبل ماتش كوريا حاب توجه الورسالة ولعبتنا طبعا أنا مسؤول جدا من سابته المفعالي ما راحش أنه يرد أو يتكلم في المؤتمر كان هادي جدا أتمنى له يا رب التوفيق أنه هو شخص عزيز وشخص محترم ومدرب محترم لأنه سيبقى برواز للمدرب المصري أريد أن يدعوه أنه قادر أنه قادر يعمل كثيرا بشكرك مرة تانية كابتن هشام زكري شرفتنا ونعرتنا في السادسة ونتمنى نشوفك قريب وبشكر حضراتكم مع المتابعة وعلى كل خير بكرة في نفس المعيد السادسة على ششة الأهلي نقابلكم إن شاء الله على كل خير